تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 البرنامج اللي بيجيكم مني كل ثلاثاء أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك لازم تشتركوا فيها توب 5 برنامج بعرض فيه أهم خمس أشياء في الموضوع اللي بنحكي فيه بالترتيب من الأقل للأكثر وهذا البرنامج ديمقراطي جدا لأنه بإمكانكم بعدما أخلص تحطوا الترتيب اللي بيناسبكم وتحكوا ببساطة تتفقوا معي أو لا ولو اتفقتوا معي تتركوا لايك على الفيديو ولو ما اتفقتوا أيضا تتركوا لايك على الفيديو لأن أنا صاحبكم وبنفس الوقت لأنه أنا سمح لكم تعلقوا تحكوا وجهة نظركم وفي سبب آخر أنه أنا اليوم جايب معي مسابقة بتمكن خمس أشخاص يربحوا خمس أجهزة آيفون وذلك عبر برنامج خربش اللي حيجع حسابات قطر اليوم في السوشيال ميديا وحيكون في سحب يوم الجمعة في بث مباشر على انستجرام وإن شاء الله لأنه أنا محظوظ حنسمع عن كثير فايزين من اللي عرفوا عن البرنامج مني واللي تابعوا إحسابات قطر اليوم في السوشيال ميديا لأنه هذا الشرط أساسي عشان الفوز حترك لكم عشر ثواني من البرنامج الآن وآخر الفيديو بتشوفوا الإعلان كامل للبرنامج أنا حسام روحي من يوم يقول عني ملقوف وحشري ودخل نفسي بكل شي من وانا صغير أحب أخربش وراء وكيف ومتى صار نرجع لموضوعنا بعض الأحيان أنت بتيجي تقول شو أقصى النتائج الناس بروح أقلها تمانية عشر حدعش سبعة عشر خمسة عشر الخسارة ستة عشر خسارة تمانية خسارة ستة ثم بعد الأحيان ممكن تكون القسوة ما إلها علاقة بالنتيجة ممكن يكون الألم والقسوة بالنتيجة الأقرب يعني ممكن تكون كرة القدم عشان نحزلها فترات طويلة مش مطلوب منها نخسر بالنتائج كبيرة ممكن نصف هدف يكفي لسنوات واليوم حنتكلم عن خسائر قاسية آلمت جماهير الفرق اللي خسرتها في دوري أبطال أوروبا تحديدا بما إن اليوم حنشهد بداية ختام دوري الستة عشر طبعا بما إننا نتكلم عن خسائر في دوري الأفطال أكيد في يوفينتوس وأنا كمشجع لليوبي الحمد لله عشت الخسائر من ستة وتسعين يعني جبنا اللقب بعدين ضليت أخسر محهم لليوم ومن هذه الخسارات دائما كان في شعور لا رح نرجع رح نقدر بس في خسارة وضحت إنه الفرق ربما كبير خسارة كانت مؤلمة طرقتها مؤلمة ألا ويا خسارة كاردف أمام ريال مدريد أربعة واحد الخسارة اللي شهدت انهيار كامل في شعور الثاني لليومتوس فرق واحد في الملعب هو ريال مدريد كروس مودريت يقلوا الكرة والملعب فضي معت في لعيب لليوفي الخسارة اللي بعدها طلع في كلام عن مشاكل كبيرة في غرفة تغيير الملابس الخسارة اللي تم رصد كثير صور لبوفون هو عم بودع والناس تقول انتهى الحلم يا جان الويجي عمرك ما حتجيب هذا اللقب اللي فعلا معارضك بشكل كبير هذه الخسارة من أكثر الخسارات على اليوفي لأنه ظهر في فرق الجودة وهذا الشي أجبر يبنته يستحرك بشكل مختلف تماما بسوق الانتقالات بعدها ما عاد يدور على مفهوم الفرصة بالسوق لاعب ما بده يا فريق ولاعب عنده مشكلة بس كان لعيب لا صار يجيب ديليخت ورونالدو وصار يصرف لأنه عرف انه لذا بده يجيب دور الأبطال لازم يظل يجرب زي ما ريال مدريد ظل يجرب 12 سنة لعن ما قدر يجيب العاشرة وبعدها مسكها زي ما برشلونة ظل يجرب من الواحد تسعين لألفين وستة وبعدها قدر يسيطر لكن دائما كانوا يستثمروا بالجودة وهذا الشي لليوبي كان شوي غافل عنه وعلمته يا كاردف أما رقم أربعة فاتخيل فريقك فايز بالذهاب أربع سفر وبلعب الإياب والنتيجة خسران ثلاثة واحد والدقيقة ثمانية وثمانين برا خالصة انتهى الخصم لازم يجيب تنتيقوان عشان يغلبني وين دي جيب تنتيقوان في الضقيقية ثمانية وثمانين الموضوع مستحيل إلا لو كنت برشلونة اللي معه ميسي ونيمارو بتلعب في الكامبنو أمام تقربا مئة ألف متفرج وفريقك هو باريس سان جيرمان اللي عنده مشكلة واضحة في الشخصية في أوروبا وحرسك اللي هو كيفين تراب مقمع عليهم وليس نعمل يعني لو فازوا واحد وأكلوا ستة بالإياب عادي لكن لما ينفوزوا أربعة ويخسروا ستة مش عادي لمستوى لما أجي أقولكم كلمة ريمونتادة عطول حد يقوله أول شي ببالكم باريس سان جيرمان لما خسر مع برشلونة ستة واحد ارتبط اسمه هذا الفريق بالعودة عليه وصحيح أنه هذا الريمونتادة ما كثير أسعدت جمهور برشلونة لأنه بعدها خرج مع يفينتس وبعدها تعلق لريمونتادتين مرة مع رومة ومع لبربون صار الموضوع شوي يعني خفت بريقه لكن مستحيل أنسى اللحظة الكروية هذيك مستحيل أنسى أنه الكرة الأرضية كلها تقريبا مع هذا جمهور سان جيرمان احتفل بهدف سيرجي روبيرتو سيرجي روبيرتو اللي ربما لو تيجي تلخص مسيرته مع برشلونة حتقول هدفه بباليس سان جيرمان بكفي يكمل لنهاية مسيرته لأنه تلك الليلة كانت فرحتها أكبر من فرحات كثير بطولات حققها ننتقل لرقم ثلاث وخلونا نرجع شوي لورا ونروع على تركيا وتحديدا في نهاي دوري أبطال أوروبا 2005 ميلان اللي كان الموسم اللي قبله متعرض للمنتعدة مع دي بورتيبو هزموا أربعة واحد في ميلان ولما راح يلعب في إسبانيا يخسر بأربعة مقابل لا شيء خلص اتعلم الدرس أكيد بعرف أن كرة القدم غدارة ولو كان لحظتها الشوالي لسه مش حكيها دخل في النهاي في الدقيقة الأولى ما لديني بيسجل الأمور بهيئة إذا الدفاع بيجيب قوال إك رسبو بيلدغ مرتين وعشان يكسب مور عقرب والنتيجة صارت ثلاث سفر في نهاي دوري أبطال أوروبا 2005 انتهت الأمور روحت أنا من الأشخاص اللي أذكر كانت لسه المنتديات موضة جديدة خلص انتهت بلشت أكتب وتفلسف لكن ست دقائق علمونا كلنا أنه دير بالك تحد لسانك على خصم قبل ما يسفر الحكم لأنه ما بين الدقيقة 54 للستين كان في جيرال اسمتشر وتشابي ألونسو بسجلوا التعادل بست دقائق انهيار لميلان بست دقائق مؤربرة مؤلمة لجمهور ميلان صحيح رجع وانتقم بألفين وسبعة وجاب دوري الأبطال ملي بربود لكن هاي المباراة ظلت مؤثرة في أنشلوتي ليومنا لمستوى إنه لما راح عريال مدلي تدربهم وشافت شابي ألونسو قال له أنا مش ناسي لك دوري الأبطال تاع الفين وخمسة انت مدين لإليه بلقب دوري أبطال أوروبا الفين وخمسة فلازم تجيب لي واحد معي وتساعدني وفعليا ألونسو كان للمساهمين بعاشرة 2013-2014 ولو غاب عن المباراة النهائية أنشلوتي كان متأثر بذلك لدرجة إنه في لقاء إيام مع بايرامين اخبي نصف نهاية دوري أبطال أوروبا 2013-2014 بعد ما تقدم برأسيات راموس قال للاعبين بين الشطين إياكم تنسوا شو صار معي؟ مع لي بربود المباراة مؤثر في ما حد حين سألوا إياها لأنها تبقى أقوى رامونتادة في تاريخ نهاية دوري أبطال أوروبا وتبقى رامونتادة الأشهر دايركت على اللقب أما رقم 2 فمن روح لسنة 1999 عرفته الموضوع ملعب كان بلو بارمينيخ قوي جدا متماسك جدا لو أجه منشستر يونايتد اللي إلو زمان ما جاب دوري أبطال أوروبا مثله مثل بارمينيخ اللي كان غائب أيضا عنها لسنوات بتبدأ المباراة بعد 8 دقائق بارمينيخ بي تقدم وبعدها بترش مايكل يصبح نجم المباراة حارس من مينايتد فرصة ورد ثانية مرة عارضة ومرة انفراد ومرة تزديدة منشستر يونايتد تقريبا ما كان عم بيهدد مرمى بارمينيخ لكن صاروا تبدلين نخل اللاعب كان اسمه تيدي شيرنجهام والثاني كان اسمه سولشاير للحظتهم ما كان الإعلام بيعرفهم كثير لأنه الإعلام كان مركز أكثر على عبين آخرين في الشياطين الحمر ولكن في الدقيقة 91 تيجي الركنية الأولى وبسجل منها شيرنجهام تعادل اوه تعادل كويس مردة فعل ممتاز يلا ان شاء الله شطين إضافيات لا لما الدنيا بدأ تجرحك وكرت القدم بدأ تقلمك ما بترحمك وعشان هيك في ركنية بعدها وقبل ما يسفر الحكم تيجي مرة ثانية هالمرة لأسو الشاير اللي يسجل الهدف وحمل من يومها وصفة الفتا الذهبي وحمل من يومها لقب البديل الذهبي وكل الأسماء والإيجابيات ونص الصبر عليه هو بدرب يونيتد عشان هداك الهدف اللي حزن كثير بايرم ينف ومناظر البكاء والصور شهيرة جدا واللي أجبر لوتر ماتيوس ما يستلم المدالية ولما سألوا قالوا شو عملت قالوا كيف أستلمها وأنا الفريق الأفضل وما فزت هم محظوظين ومن الأشياء الغريبة عن تلك اللي حكى لنارد يوهانسون اللي هو كان رئيس الاتحاد الأوروبي للكورة القدم وهذا كان رئيس لمدة 17 سنة وهو أطول رئيس للاتحاد الأوروبي في تأليخ طلع بتصريح غريب قال لما حست المباراة خلصت بلش بدي أنزل أتوج رعيب كبيرميونة يعني المباراة خلصت فأنا نازل أتوج بقول لعندما وصلت اللي نازل أتوجه ملقيتهم قاعدين ببكوا بعيدوا والخسرانين قاعدين ببقصوا بغنوا فقلت شوه العالم المجنون هذا كيف اللي فايز ببكي واللي خسراني بيفرح ما عرف إنه في دقيقتين انقلبت الدنيا وقدر فريكسون يفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا في مسيرته وأضاف له الثاني طبعا بـ 2080 اللي كنت نامي أدخل تشيلسي صراحة بس يعني في مباراة أنا بعتبرها شوي أهم من تشيلسي كنت نامي أحط تشيلسي الثاني أو الأول بس ما قدرت أعذروني لأنه تشيلسي كمان مر بسوق حظ بدوري أبطال أوروبا لا ينسى من هدف الغدارة للزحلة جون تيري 2008 للركلات ترجيح ليفربول سممكن لأنه 2012 كل هذا تعوض بطولة واحدة اسمحوا لي يا جمهور تشيلسي بدنا نطلعه وروع رقب واحد نهاية 2014 إلى عاشرة ريال مدريد بواجه أتلاتيكو أتلاتيكو أيامها كانت الركلة ركنية ركل الجزاء ومن هون سجل الهدف الأول وتقدم وظلوا متقدم للدقيقة 93 تيجي كرة لاعب أتلاتيكو مدريد عنده خيارين شتت هركنية أو للملعب فقال أخيان شتت هركنية ما احنا قويين في الكرات الثابتة شتت هركنية ويروح له كمودرج وينفذها ويجي واحد معروف عنه إنه رجل اللحظات الصعبة قلب أسد حقيقي اسمه سيرجي راموس ويضع كرة رأسية في الزاوية وهدف التعادل وبينهار أتلاتيكو مدريد بعدها في الأوقات الإضافية وبيطلق ثلاث أهداف لتصبح النتيجة أربع واحد في ذلك المباراة المؤلم كان كثير لأتلاتكم مدريد إنه نظريا إنه كان صعب تيجي فرصة ثانية يكون جادر فوز بدور الأبطال مثل تلك اللحظة كان ضايل يصمد دقيقتين كان مطلوب تتشتت الكرة ربما للأوت وتنتهي الأمور كان مطلوب لحظة وتجيب اللقب لأنه في 2016 صحرح فكرات ترجيح لكنه بأي لحظة من اللحظات ما كان هو الأقرب لللقب لأنه كان ريال مدريد هو اللي تقدم عليه بالنتيجة ما وصل للدقيقة 93 هو فائز وجميع بيعرف إنه لو ريال مدريد ما جاب هذه العاشرة كان لا جاب لا 11 ولا 12 ولا 13 ولربا كان لسا تولي يحاول يجيب العاشرة هذه هي التوب فايف اللي أنا عاملها بحكولي أنتو التوب فايف اللي عندكم اتركوا لك على الفيديو اعملوا سبسكرايب أيضا على القناة وبنفس الوقت هترككم الآن مع البرومو الكامل لبرنامج خربشة اللي هيجع حسابات قطر اليوم والشاب الملقوف وبتمنى تتحملوا والسلام عليكم ورحمة الله أنا حسام روحي من يوم يقول عني ملقوف وحشري ودخل نفسي بكل شي من وانا صغير أحب خربش وراء أي شي وأعرف ليش وشلون وكيف ومتى صار كيف وليش كنت وايد متأثر بالرسوم اللي أشوفها وكان طموحي أعرف سبب كل شي حتى اللعبة اللي بيدي أبيعرف شو نسوها ومتى تدرون جيل سبستون والطخة هذي كبرت وكبرت اللقافة معاي ليش كنت دائما ندور وراء كل شي ليش وهذا أنا اليوم عندي نفسي لهواية أخربش وأتلقف وراء كل شي خربشة أطلق الملقوف الذي بداخلك لازم تحطوا لايك وشي أهم شي حطوا صبت كرائب صجعات هلها الله بالاشتراك والتفاعل وخلنا نتلقف مع بعض على كل شي ليش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة